اهلا بكم الى نشرة مفصلة من الانباء نبدأها بالعنوين الفلسطينيون يتصادون لاعتداءات الاحتلال في جنين ونابلس ورامالله والسفير الامريكي لدى تال ابيب يحذر اسرائيل من ان توترات في الضفة تمثل تهديدا كبيرا لها مصدر مطلع يؤكد للميادين تسليم المبعوث الامريكي للبنان احداثيات خط العوامات البحرية تمهيدا لارسال عرضه الكامل الاسبوع المقبل الخارجية الايرانية ترفض بيان الدول الاوروبية بخصوص الاتفاق النووي وتصفه بالخاطئ وغير المدروس وتتهمها بالخضوع لضغوط كيان الاحتلال مصدر عسكري روسي للميادين القوات الاوكرانية سيطرت على مناطق شبه خالية من القوات الروسية ويؤكد اسهم جنرالات امريكيين في التخطيط وتقديم المعلومات لقوات كييف سلطة الانتخابات في السويد تعلن ان نتائج غير نهائية تظهر ان احزاب المعارضة اليمينية في طريقها الى الفوز باغلبية ضئيلة في البرلمان نستهل النشرة من فلسطين المحتلة حيث شنت قوة الاحتلال حملة اعتداءات ومدهمات واسعة في العديد من مدن الضفة الغربية وبينها مدينة جنين حيث تصدى المقاومون مجددا لهذه القوات واطلقوا باتجاهها النيران وقد ادت الاشتباكات الى اصابة اربعة فلسطينيين بينهم طفلة اصيبت برصاص الاحتلال الذي استهدف منزلها اشتركوا في القناة هذا واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة مدهمتها في الضفة اكثر من عشرين فلسطينيا بينهم اسرى محررون وبالاضافة الى جنين حيث رصدت مواقع التواصل لحظة اعتقال الشاب مجد السعدي تركزت الاعتقالات في الخليل وبيت لحم ونابلس ورامالله ومن بين المعتقلين الجريح محمد محمود ابو بكر من يعبد جنوب جنين والاسير المحرر الصحفي سين ابو لفح من بلدة جماعين جنوب نابلس الى ذلك نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن السفير الامريكي لدى اسرائيل توماس نايتس قوله ان التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية تشكل تهديدا كبيرا لاسرائيل مثل ايران ووكلائها على حد تعبيره وبحسب موقع 124 الاسرائيلي رأى نايتس انه لا يمكن ان يستمر الوضع في الضفة الغربية اكثر من ذلك وانه يريد تغيير الوضع على الارض لجعل ذلك ممكنا لافتا الى ان ايران وحلفائها يشكلون تهديدا خطرا لامن اسرائيل قناة كان الاسرائيلية قالت ان مسؤولين رسميين مصريين حذروا اسرائيل من استمرار اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة القناة نقلت عن المسؤولين المصريين تحذيراتهم من ان الوضع قد يخرج عن السيطرة وان اسرائيل يمكن ان تواجه انفجارا وفوضى في فلسطين المحتلة انتفاضة ثالثة على الابواب هكذا يرى خبراء ومعلقون اسرائيليون المشهد المتشكل مع كل عملية فلسطينية ضد الاحتلال وكل تصد من المقاومين لجنوده وفي ضوء حقيقة ان ما كان روتينيا بالامس القريب لم يعد كذلك اليوم يتزيد التقدير الاسرائيلي بان واقعا جديدا يتشكل واقع ينقلب معه كل نشاط عسكري في الضفة الغربية بحسب تعبير الجيش الاسرائيلي الى مواجهة مسلحة شريسة الامر الذي يذكر خبراء ومعلقين بالاجواء التي سادت عاشية الانتفاضتين السابقتين الوضع في الضفة الغربية يشتعل وهذا اكبر حدث امني منذ نهاية الانتفاضة الثانية فمنذ خمسة عشر عاما لم نرى هذه المنطقة مسلحة بهذا المستوى نحن نواجه تحديا مختلفا كليا انه تحدي غير عادي اتساع رقعة العمليات المسلحة ضد الاحتلال دفع خبراء الى التحذير من تورط اسرائيلي متدحرج في دوامة متصاعدة من الاجتباكات والعمليات المسلحة التي تؤدي الى سقوط شهداء فلسطينيين بحيث ان كل شهيد وفقا لتقديراتهم يؤجج الغرائز ويشحذ الهمم فيتحول دمه الى زيت يسكب على نار الصراع بنظرة واسعة نحن نشاهد تمهيدا لما هو مقبل التحدي الكبير امام اسرائيل هو عدم السماح بتحويل كل الضفة الغربية الى شعلة كبيرة لذلك علينا دراسة خطواتنا بحكمة حاليا واستنادا الى كبوس التجارب السابقة يهبر الخبراء عن قلقهم من حقيقة انه لم يتوقع احد في اسرائيل انتفاضات الماضي التي كانت بمثابة حدث عفوي ومتدحرج لم يبادر اليه او يوجهه احد وبدفع القلق ادعى الخبراء المسؤولين الاسرائيليين الى التنبه من خطورة الوضع وضرورة تحسس نبض الضفة الغربية كي تعلم اسرائيل مسبقا متى لا يعود الوضع القائم قابلا للاستمرار او السيطرة معنا من بيت لحمدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام مرحبا ناصر اذا تحذيرا تواء من المسؤولين الرسميين المصريين او حتى من السفير الامريكي لدى اسرائيل من ان التوترات والوضع في الضفة ينبئ بانفجار ما مدى دقة هذه التحذيرات انطلاقا من الاوضاع الميدانية صباح الخير يا را تقرأ من جهتين الجهة الولى اسرائيل لا تطلب بساطة الا اذا كانت تنزف وتعالي طالما هي مسيطرة على الوضع تحتل تقتل تقمع فهي لا تطلب بساطة وانما تدعي بانها هي التي تحكم نفسها وحين تنوء بالحمل وحين تصبح حياة جنودها على المحك تطلب الوساطات وبالتالي طلب اسرائيل الوساطات من قطر علنا ومن غيرها بحسب وسائل الاعلام العبرية يدل على انها تخشى الكثير سفير الامريكي هو ظهير للفريق الاسرائيلي وبالتأكيد يغطي على جرائم ويخفي جرائم المستوطنين منذ ايام فريدمان وحتى الان منذ فازة ترامب لم يصدر اي تقرير عن السفير الامريكي في اسرائيل ضد المستوطنين وضد جرائمهم الان ما الذي يحدث الذي يحدث هو فشل العملية العسكرية الاسرائيلية التي بدأت بمخيم جنين بكاسر الامواج وصولا الى طلوع الفجر على قطاع غزة ضد الجهاد الاسلامي وحين يعلن الناطق بلسان الاحتلال هناك حملة اعتقالات انا ادقق يارى في الاسماء سواء في جنين يعبد الخليل نابلس القدس رمال الله بيت لحم هؤلاء ليسوا مطاردين ولا مسلحين اساتذ ذات جامعات طلاب جامعات نيساء اشقاء لأسرى زوجات لمناضلين وبالتالي هم يأخذون أسرى من المدنيين كدرع من أجل تحطيم معنويات المقاتلين لا يعتقلون مقاتلين المقاتل يطلق النار في وجوه الجنود الاسرائيليين ولا يعتقل هذه الاعتقالات انما ترجم عن الفشل الذي آلت اليه الحملة العسكرية الاسرائيلية على الضفة الغربية واذا يوم الشرطة الاسرائيلية كانت تعتقل حمارا يحمل خضروات اسرائيل لم يبقى سوى ان تعتقل بعض الحيونات من الجبال وتقول انها انجزت المهمة مهمة عسكرية فاشلة بكل معنى الكلمة لان اسرائيل تنتقل مرة اخرى من الهجوم الى الدفاع لذلك تطلب الوساطات نعم ناصر هناك ايضا نقطتان في تصريح السفير الامريكي لدى اسرائيل اولا انه شبهت الوضع في الضفة الغربية قال انه يشكل تهديدا كبيرا لاسرائيل مثل ايران ووكلائها بطبيعة الحال يتحدث ايضا عن فصائل مقاومة في غزة ربما كيف نفهم هذه الجزئية وايضا قال انه يريد تغيير الوضع على الارض في الضفة الغربية لانه لا يمكن ان يستمر كما هو ايضا كيف نفهم هذا التصريح ما الذي يمكن ان يفعله صدر قبل قليل بيان ارسلته وزارة الخارجية الفلسطينية لمكتب الميادين في فلسطين يقول اذا كان هناك من يبحث عن حل فالحل هو فتح الافق السياسي وهذا رد على السفير الامريكي بالمناسبة اثنين السفير الامريكي اذ يقول بان ايران ووكلائها هي محاولة تذاكي سخيفة ومكشوفة لربط الاتفاق النووي بين ايران والخمسة زائد واحد وما بين ما يحدث في الضفة الغربية بمعنى ان اسرائيل لا تريد ان تضيع ملف وتمسك في ملف هي والولايات المتحدة الامريكية فاراضوا هذا الجمع بين ما يحدث في جنين وما يحدث في فيينا وهذه محاولة ربط ممجوجة سخيفة ومكشوفة من السفير الامريكي او من حكومة الاحتلال الرابط الوحيد الذي يجمع بين الساحات هو الظلم الامريكي والظلم الاسرائيلي نعم كل الشكر لك ناصر اللحم مدير مكتب الميدين في فلسطين المحتلة كنت معنا من بيت اللحم على خطا اخر سلمت قوة الاحتلال الاسرائيلي نائب مدير دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس ناجح بكيرات قرارا بالابعاد عن المسجد الاقصى وبحسب قرار الابعاد فان القرار الجديد يقضي بابعاد بكيرات عن الاقصى لمدة ستة اشهر اضافية وذلك بعد اربعة اشهر من قرار سابق بابعاده عن الاقصى المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانو عكد التمسك مع فصائل العمل الوطني والاسلامي بحق الشعب الفلسطيني في الاستفادة من ثروته الطبيعية التي يستولي عليها الاحتلال ولسيما ثروة الغاز الطبيعي في بحر قطاع غزة المحاصر القانو أعلن عن فعالية شعبية تنظمها فصائل العمل الوطني والاسلامي يوم الثلاثة رفضا للحصار ودعما لحق الشعب الفلسطيني في ثرواته الطبيعية وفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة أفد مصدر المطلع الميادين بأن المبعوثة الامريكية لترسيم الحدود آموس هوكستين سلم لبنان إحداثيات خط العوامات البحرية الفاصلة وبحسب المصدر فإن هذه الأحداثيات تمثل النقطة الأخيرة التي يجري التفاوض بشأنها تمهيدا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المقبل وأنهى هوكستين جولته في بيروت متحدثا عن تقدم في المفاوضات بالتوازي مع غموض إسرائيلي من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أكد أن الحرب الحقيقية التي يجب أن يخوضها لبنان اليوم هي حرب استعادة الثروات والسعي لإيجاد الحلول للخروج من الأزمات وخلال كلمة له في حفل تأبين في جنوب لبنان لفت صفي الدين إلى أن البعض في لبنان يشارك في تعميق الأزمة بدلا من حلها كما لم نتوخى في يوم من الأيام حينما واجهنا العدود أي شيء من قبل هؤلاء وأمثالهم وأضعابهم فإننا في بناء وطننا ومعالجة أزماتنا لا نتوخى من هؤلاء أي شيء اليوم هو يوم تحمل المسؤولية لبناني عيش في شدة ويجب أن نوالها هذه الأوضاع في هذه الشدة بمسؤولية بحضوف الساحة بالعمل الجاد إلى الشأن الإيراني حيث اتهمت طهران اليوم أترويكا الأوروبية بالخضوع لكيان الاحتلال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وصف بيان ترويكا الأخير بالخاطئ وغير المدروس ودع ترويكا الأوروبية إلى تصحيح الأخطاء والابتعاد عن ضغوط الكيان الصهيوني واتخاذ مواقف بناءة لإتاحة المجال للوصول إلى الاتفاق النووي مؤكدا أن إيران بذلت كل مساعيها لتكون بناءة ضمن المحادثات الحالية لإتاحة المجال للوصول إلى الاتفاق وتتوقع من الطرف الآخر أن يتخذ مواقف مماثلة وفي إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي لإقناع القوى الغربية بتراجع عن أحياء الاتفاق النووي مع إيران وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لبيد على رأس وفد إلى ألمانيا الوفد الإسرائيلي يضم إلى جانب لبيد مسؤولين أمنيين حيث من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية ورئيس البلاد ومن المتوقع أن يحتل ملف النووي الإيراني حيزا كبيرا من المحادثات عادت المواقف لتعصف بمفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران الفجوة التسعت بعدما كانت كل المعطيات تشير إلى قرب التواصل إلى اتفاق فبعد موقف واشنطن السلبي الأخير خرج بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا شديد اللهجة ضد إيران منتقدا ردها الأخير على نص الاتفاق ومهددا بالقيام برد محتمل على ما سماه التصعيد النووي الإيراني المستمر وذلك على الرغم من أن إيران كانت واضحة منذ اللحظات الأولى بالقول إنها لن تتنازل عن خطوطها الحمر هنا ابحثوا عن الطرف الثالث المتضرر من توصلي إلى الاتفاق والساعي إلى عرقلته قد يكون طرفا متعدد الأذرع الخارجية الإيرانية نفسها حذرت الترويكا الأوروبية من تأثير أطراف خارجية في المفاوضات مشيرة إلى أن الدول الثلاث اتخذت خطوة غير مدروسة تصب في المصلحة الإسرائيلية أبعد من ذلك دور اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة ليس خافيا على أحد بتأثيره الضخم في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس ونجاحه في حجد عدد كبير من المشرعين للضغط على إدارة بايدن ومنعها من التوصل إلى اتفاق جديد مع تهران وهو الموقف الذي يتماشى أيضا مع عيناد سقور الإدارة الأمريكية من الديمقراطيين الذين يرون في الضغط على إيران سبيلا لسحب البصاط من تحت أقدام الجمهوريين مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المنتظر داخليا وبينما تدور رحل حرب على الأرض الأوروبية لا على الضفة الأخرى غربا لافد هو التماهي الأوروبي المطلق مع واشنطن بمعزل عن مصالح القارة العجوز وشعوبها المتضررة بينما هي بأمس الحاجة إلى التماس إيجابيات الاتفاق مع إيران ولسيما في ملف الطاقة إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي حيث أفاد مصدر عسكري روسي مراسلنا بأن القوات الأوكرانية سيطرت على بلدات شبه مهجورة في منطقة خاركيف على محور بلاكليا إزيوم ولم يكن للقوات الروسية في هذه البلدات أي وجود عسكري وأضف المصدر أن القوات الأوكرانية دخلت مدينة كوبيانسك وسيطرت على معظمها باستثناء مشارفها الشرقية ألفت المصدر إلى أن مدينة بلاكليا شبه محاصرة فيما لا تزال مدينة إزيوم تحت سيطرة القوات الروسية المصدر الميداني أكد أن جنرالات أمريكيين أسهموا في التخطيط للعملية وقدموا معلومات استخبارية إلى الجيش الأوكراني يرفع العالم الأوكراني في محيط خاركيف يقول الجيش الأوكراني إنه تقدم عشرات الكيلومترات على خطوط الجبهة الجنوبية واستعاد السيطرة على عدد من البلدات في منطقة خاركيف أهمها بلدة كوبيانسك حررت القوات المسلحة الأوكرانية حتى الآن وسيطرت على نحو ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف نستعيد السيطرة تدريجيا على بلدات جديدة وسنعيد العالم الأوكراني إلى كل مكان على الضفة الأخرى الرواية مختلفة تشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها تعيد تمركزها بهدف تدعيم مواقعها وتقويتها في محور دانيتسك معلنة سقوط نحو أربعة ألاف قتيل وثمانية ألاف جريح في صفوف الجيش الأوكراني خلال أربعة أيام من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس تقرر إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقة بلاكليا وإيزيوم لزيادة الجهود في اتجاه دونيتسك نظرة سريعة على خريطة العمليات بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة في منطقة خاركيف تظهر تقدماً أوكرانياً ومتابعة للهجوم المضاد على القوات الروسية الذي كانت قد أعلنت عنه كيف سابقاً ومعه تتوسع رقعة المواجهات في الجبهة الجنوبية انطلاقاً من بلاكليا وكوبيانسك وإيزيوم وتمتد إلى ضفاف نهر أوسكول هو هجوم تكتيكي استعادت خلاله القوات الأوكرانية السيطرة على مناطق ذات أهمية استراتيجية في الجنوب لكنه لا يتعدى كونه جولة من معركة يبدو أن لهيبها لن ينطفئ قريباً في غضون ذلك كذا مسؤول في إدارة زابروجيا أنه توقف الليلة الماضية تشغيل وحدة الطاقة الرقم 6 في محطة زابروجيا النووية وهي آخر وحدة للطاقة كانت لا تزال مشغلة في المحطة أليكسي دانيلوف من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قال أن بلاده ستمر بشتاء في غاية الصعوبة إذا توقف توريد الكهرباء إليها من محطة زابروجيا الكهرذرية وشدد على أن المشاكل قد تظهر ليس فقط في محطة زابروجيا في هذه الأثناء أعلنت أوكراني أن عشرات المدن والبلدات شرق البلاد بلا كهرباء ولا ماء فيما حملت روسيا مسؤولية ذلك أشار الرئيس الأوكراني فولادمير زيلانسكي إلى انقطاع كامل للكهرباء في منطقة خاركييف ودونيتسك وانقطاع جزئيا في مناطق زابروجيا وغيرها من المنطق من موسكو معنا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي أهلا بك سلام إذن في البداية هناك اتهامات لروسيا بقطع الكهرباء والماء أيضا عن المناطق والمدن شرق البلاد ما هي التفاصيل حول ذلك وما هي آخر المستجدات الميدانية أيضا؟ صباح الخير صباح النور فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والماء هنا لا بد من توضيح الصورة بشكل كامل أولا أوكرانيا هي التي من خلال قصفها لمحبة زابروجيا الكهربرية يعني هي قصفت أيضا خطوط الجهد العالي وهذا أدى إلى تعطيل شبكات إمداد المناطق الأوكرانية بالكهرباء بالتيار الكهربائي هذا أولا ثانيا فيما يتعلق بمنطقة خاركف بالفعل القوات الروسية قصفت يوم أمس محطات تحويل الطاقة الكهربائية في المنطقة وللأسباب التالية أولا القوات الأوكرانية الآن تحاول السيطرة على بعض المناطق على محور بلكليا إزيوم في مقاطعة خاركف هذه المنطقة هجرها السكان فلذلك ليس من مصلحة القوات الروسية أن تتحصن القوات الأوكرانية في هذه المناطق المهجورة وتتمتع بكل سبل الحياة والاكتفاء بالماء والكهرباء فمن الطبيعي أن يتم ضرب إمدادات الماء والكهرباء إلى هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية كما قلت معظم سكان منطقة خاركف على مدى الأشهر الماضية هجروا ديارهم وبيوتهم ولا يقل عن مليوني شخص من سكان هذه المنطقة لجأوا إلى روسيا بالإضافة إلى أعداد كبيرة منهم هجروا إلى داخل الأراضي الأوكرانية وحتى إلى خارج أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فلذلك ضرب مثل هذه المنشآت المنشآت البنية التحتية لا تؤثر كثيرا في السكان بل تؤثر في القدرات القتالية للقوات الأوكرانية التي تحاول أن تستغل هذه البنى التحتية للإحكماء للتدفئة لصيانة آلياتها العسكرية التي تتعرض للهجمات والتعطيل من قبل القوات الروسية يعني لماذا يمكن أن تسكت روسيا على عمل مؤسسات ومصانع عسكرية تزود بالطاقة الكهربائية من هذه المحطات فهذا الجواب عن هذا السؤال بالنسبة للجانب الروسي طبيعي قال ما أنه لا يؤثر بشكل كبير على السكان خاصة نحن نتحدث في الأيام الثلاثة والأربع الماضية عن نزوح عشرات الآلاف من السكان من تلك المناطق التي تحاول القوات الأوكرانية التوضل فيها أما فيما يتعلق بالجانب الميداني فقد تأكدت كل المعلومات التي أفادتنا بها مصادر عسكرية موثوقة ومصادر عسكرية صحفية في منطقة القتال خاصة على جبهة خاركوف فقد فعلا يتم نشر مقاطع فيديو عن بلدات وقرى مهجورة بالفعل تدخلها القوات الأوكرانية دون أن تواجه مقاومات وفي الوقت نفسه يتأكد أيضا أن القوات الروسية لا تزال تسيطر على الأحياء الشرقية من مدينة كوبيانسك وأيضا على مدينة إيزيوم بشكل شبه كامل على مدينة إيزيوم لكنها بالفعل تركت مدينة بلتليا وأيضا هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي تنشر عن تدمير آليات أوكرانية على ساحة المعركة وأيضا هناك كشف لمخططات أوكرانية لتطوير هجوم في اتجاه جمهورية الدونسك الشعبية وخاصة في منطقة أغليدار وأيضا في منطقة سوليدار ومناطق أخرى لكن القوات الروسية تعالج هذا الموقف من خلال قصف كثيف وعنيف للمواقع الأوكرانية وشكرا وأخيرا واضح أن القوات الأوكرانية وهذا قاله أيضا قبل ساعات الرئيس زيلنسكي بالنسبة لهم الحصول على تحصينات والتقدم العسكري مهم جدا باعتبار أن الشتاء سيكون مقارصا وسيعقد العمليات العسكرية وسيحولها إلى استاتيكو فلذلك الرئيس زيلنسكي قال أن التسعين يوم المقبلة ستكون أهم بكثير بالنسبة لأوكرانيا من ثلاثين سنة من استقلالها ولذلك تعمل أوكرانيا بدعم من الحلفاء الغربيين ومن خلال تزويد أوكرانيا بكافة أصناف السلاح للحصول على بعض الامتيازات الميدانية لكن على ما يبدو القوات الروسية تيقن ذلك وتحاول تفويت الفرصة على القوات الأوكرانية كل شكر لك سلام العبيدي مدير مكتب الميدين في روسيا أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديرو فأنه جرى في الجمهورية إنجاز عمليات تشكيل ثلاث كتائب قتالية تضم كل منها خمسمائة وستين عسكريا وخلال استعراضه قواته الخاصة مع معداتها القتالية كافة في جروزني كشف أنه جرى أيضا تشكيل فوج خاص يضم في صفوفه ألفا وخمسمائة مقاتل بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إمانيويل ماكرون الوضع الأمنية في منطقة محطة زفروجي النووية في جنوب أوكرانيا خلال اتصال هاتفي أعرب الطرفان عن استعدادهما لما وصفه بالتحرك غير المسيس في هذا الخصوص ذكر بيان الكراملين أن الجانب الروسي لفت الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على مرافق المحطة بما في ذلك مخازن النفايات المشعة وهو أمر محفوف بعواقب وخيمة وصف رئيس البرلمان الهنغاري لازلو كيفر الاتحاد الأوروبي بالطرف الخاسر في إزمة أوكرانيا نتيجة ممارساته المنافية لمصالحه الاقتصادية وقال كيفر أن الاتحاد الأوروبي يتصرف على عكس مصالحه الاقتصادية الأساسية تحت ضغط خارجي كذلك رأى أن مجموعات المصالح ورأس المال الخاص خارج أوروبا ستقضي على الاتحاد الأوروبي ككل وعلى كل دولة على حدى بسبب التبعية العسكرية والسياسية وضعف القدرة من جهتها حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلن من خطر انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءة إبطاء التضخم يلن قالت أن التضخم مرتفع كثيرا ومن الضروري خفضه لكنها أضافت أن الانكماش خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم ومن جهة أخرى أشارت يلن إلى ارتفاع محتمل في أسعار الغاز في فصل الشتاء مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى لأسعار صدرات النفط الروسية ولافتة إلى أنها مخاطرة في العراق قال نور المالكي رئيس اتلاف دولة القانون إنه لا داعي للحديث عن حل البرلمان لأن ذلك محسوم دستوريا وقضائيا وسياسيا دعيا إلى تكريس الجهود لتفعيل عمل البرلمان والإسراع في تأليف الحكومة إلى سوريا حيث أعلن المركز الروسي للمصالحة أن مسلحي جبهة النصرة نفذوا ثلاث عمليات قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا المركز الروسي للمصالحة قال أن العمليات الثلاث سجلت في محافظة إدلب خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وشرق سوريا قتل سبعة عناصر من قوة سوريا الديمقراطية في هجومين نفذتهم خلايا تابعة لتنظيم داعش المرصد السوري المعارض قال أن ستة مقاتلين من قصد قتلوا في هجوم نفذت خلايا التنظيم على طريق يربط محافظة دير الزور بالحسكة فيما قتل عنصر آخر بعد إطلاق مسلحين تابعين للتنظيم النار عليه في ريف دير الزور الغربية وإلى ريف حلب وصلت أكثر من عشرين عائلة إلى مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف حلباتية من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في إدلب عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة حما عبد الكافي عقدة قال لوكالة سانا أن العائلات وصلت إلى المناطق الآمنة بحماية الجيش السوري وأكد أنه ستجي تسوية أوضاع كل من لديه مشكلة لدى الجهات المختصة في مركز التسوية الذي جرى افتتاحه في مدينة خانشيخون بريف دير الزور هذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل عمران خان يمثل مجددا اليوم أمام القضاء في باكستان أهلا بكم من جديد نستانف النشرة من السودان حيث تعتزم لجنة أطباء الامتياز تنفيذ إضرابا في المستشفيات الحكومية يشمل أقسام النساء والتوليد والأطفال والبطنية والجراحة واتت هذه الخطوة احتجاجا على عدم صرف الأجور لفترة ثمانية أشهر اللجنة قالت إن الإضراب سيبدأ اعتبارا من اليوم مشيرة إلى أن الإضراب سيستمر لثلاثة أيام قابلة للتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها بالتوازي يواصل العاملون في قطاع الكهرباء في السودان إضرابا عن العمل محذرين من إطفاء عام في شبكة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد ما لم تنفذ السلطات مطالبهم بتحسين الأجور في الجزائر منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك يجمع شخصيات عربية أكاديمية وإعلامية لمناقشة التحديات السياسية التي تقف أمام العمل العربي المشترك قبيلا عقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر سوفيان ماركشي بلورة رؤية جديدة وموحدة لدفع بالعمل العربي المشترك في إطار المجتمع المدني رهان أرادت الجزائر من ورائه أن تستنهض الحالة الشعبية قبيلا عقاد القمة العربية على أرضها نعتبر هذا اللقاء منتدى التواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك انطلاقة جديدة ونفس جديد للمجتمعات المدنية العربية وهذا في إطار هذا المنتدى الذي حضره المرسد الوطني المجتمع المدني وذلك للدفع بعمل المجتمع المدني ولتمكينه من أدوار أساسية خلال المرحلة الراهنة فلسطين كانت حاضرة بقوة في بوصلة التحليلات السياسية ورشات نقاش نقاش تعزز بحضور وفد سوري أعاد طرح مسألة تغيب دمشق عن القمة وتراجع التضامن العربية اليوم لا نعول على هذه الأنظمة أنا كشابة عربية سورية لا نعول عليها نحن نعول على الشعب العربي وعلى الشباب العربي الذي شاهدنا كثير لهم من المواقف خلال فترة الحرب ومن التضامن ومن المحبة للشعب العربي السوري ومن الرغبة لزيارة سوريا ولعودة سوريا إلى ما كانت عليه قبل الحرب سوريا كانت وما زالت قلب العروب النابض هذا ما شاهدناه وأعتقد أن هذا المؤشر اليوم بجمع مؤسسات المجتمع المدني هي خطوة وهو حرص أكيد على أن الجزائر تريد هذه القمة أن تكون قمة بين مرحلتين مرحلة عجز ومرحلة تشتت ومرحلة أخرى نبني بها مستقبل يكون أكثر إشراقا لهذه الأجيال الصاعدة قبل انعقاد القمة العربية تسعى الجزائر لإشراق فعاليات المجتمع المدني والشعوب لدفع عملية تحرير القرار العربي من الحساسيات والارتهان الخارجية منتدى عربي للمجتمع المدني الفاعل والمؤثر ورسالة إلى الشعوب العربية التواقة للوحدة وعودة العمل العربي المشترك مفادها أمل بأن القمة العربية المرتقبة ستكون قمة لمشم للعربية صفيان مراكشي من مدينة وهران غربي الجزائر الميادينة إلى باكستان حيث من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء السابق عمران خان مجددا اليوم أمام المحكمة كانت تجمع الآلاف من أنصار حركة انصاب حيث ألقى عمران خان كلمة أكد فيها تمسكه بمواقفه كانت المحكمة العليا في إسلام أباد أمهلته سبعة أيام للرد على تهمة إهانة المحكمة بسبب انتقاده القاضي المسؤول عن إبقاء مسؤول في حزبه قيد الأحتجاز لدى الشرطة من إسلام أباد معنا مراسل الميادين بكر يونس مرحبا بكر يعني ما هي آخر مستجداد فيما يتعلق بمحاكمة عمران خان عمران خان اليوم مثل بالفعل أمام المحكمة وأخذ اليوم تأجيل للنظر في هذه القضية حتى العشرين من سبتمبر الجاري هناك إشكالية حقيقة تقع الآن بين عمران خان كشخص وأيضا قيادي أو مسؤول حزب كبير وحزب إنصاف وبين القضاء الباكستاني والشرطة الباكستانية بعد التهديدات التي أطلقها عمران خان ضد القاضية زيبا تشودي والذي قال بأنه سيقوم بنفسه وسعادة أنصاري باتخاذ إجراءات ضدها وهذا أمر اعتبرته الشرطة الباكستانية واعتبرته القضاء الباكستاني أمر يتسدعي إلى العنف ويدعو إلى مواجهة القضاء ومواجهة الشرطة الباكستانية لذا قامت الشرطة في إسلام أباد برفع قضية أمام المحكمة الباكستانية ضد عمران خان متهمة إياه بالدعوة إلى العنف وبالدعوة إلى الإضرار بالمؤسسات الحكومية لاسيما القضائية ومؤسسة الشرطة العاملة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نعم بكر يونس مراسل الميادين كنت تبعنا من إسلام أباد شكرا جزيلا لك قالت سلطة الانتخابات في السويد إن أحزاب المعارضة اليمينية في طريقها للفوز بأغلبية ضئيلة من 175 مقعدا في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا متغلبة على يسار الوسط الحاكم أذلك بعد إعلان نتائج 78% من الدوائر إذا تم تأكيد هذه النتائج من المتوقع يصبح زعيم الحزب المعتدل أولف كريسترسن رئيسا للوزراء بينما سيكون الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أكبر مجموعة يمينية في البرلمان وسيكتسب تأثيرا مباشرا على السياسة للمرة الأولى إذا ما استدعت النتيجة النهائية للانتخابات التعاون برلمانيا فأنا مستعد لهذه المهمة وسوف أكون متواضعا جدا أنا مستعد لبذل كل ما في وسعي لتأليف حكومة جديدة مستقرة وقوية لعموم السويد وجميع المواطنين إلى إسبانيا حيث نزل عشرات الألاف من الكتالونيين إلى شوارع برشلونة للتظاهر من أجل استقلال إقليم كتالونيا رفع المتظاهرون مطلبهم تحت عنوان لنعود إلى الانتصار الاستقلال فيما تضاربت المعلومات حول عدد المشاركين مقرنة مع السنوات الماضية بين الشرطة والحركة المنظمة أي حركة المواطنين الانفصاليين ANC التي تعاني من نزاعات داخلها أدى الزلزال الذي ضرب أمس بابوا جينيا الجديدة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين الزلزال الذي بلغت قوته سبعة بفاصل ست درجات على مقياس ريختر أدى إلى انهيارات أرضية في بلدة واو بمقاطعة موروب ما أوقع ضحايا عديدين وتسبب بأضرار منتية إلى الولايات المتحدة حيث حذر دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من حدوث فيضانات مفاجئة في شمال شرق إيلانوي بما في ذلك منطقة المترو الشمالية في شيكاغو ذلك بعد هطول أمطار غزيرة على الجسور ما أدى إلى قطع العديد من الطرق فيما غمرت المياه السيارات وألحقت أضرارا في عشرات المنازل دعت السلطات السكان إلى عدم تجنب القيادة أو دعتهم إلى تجنب القيادة فيما توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فيضانات أشدة في الغرب الأوسط ومن الفيضانات إلى الحرائق في الولايات المتحدة ففي ولاية كاليفورنيا وعلى الرغم من وصول الأمطار إلى جنوبها استمرت الحرائق في أقصى شمالها وفي شرقها حيث يواصل رجال الأطفاء جهودهم لإخنادها السلطات أعلنت أن النيران قضت على مساحات واسعة من المناطق الواقعة الشرقية عاصمة الولاية ساكرامنتو بمشاركة عشرات المتسابقين من عشاق الرياضة البحرية ينظم الاتحاد الفلسطيني لشرع وتجديد البطولة الأولى من نوعها على مستوى فلسطين في سباق لمراكب الكايكة البطولة تكتسب أهميتها من تنوع فئة المشاركة من شباب وفتيات إضافة إلى إقامتها في ظل حصار إسرائيلي يمنع دخول معدات الرياضة البحرية لأول مرة تقام على مستوى فلسطين بطول التجديد شاطئية على مراكب الكايك نحن اليوم لدينا 57 مشاركة في هذه البطولة على مستوى قطاع غزة عدد المراكب أربع مراكب وهذا إشي يعني بفعل الحصار الموجود عدم توفر مراكب بالرغم من ذلك صممنا وقررنا وقلنا لازم نعمل هذه البطولة اليوم إجيت كجريحة شارك في هذه البطولة الشاطئية الأولى على قطاع غزة الحبيب إحنا كأصحاب ذوي همم عالية في قطاع غزة أصرنا أن نكون مشاركين في هذه البطولة وطبعاً لأول مرة على مستوى فلسطين إن شاء الله سنشارك وراح ننجز فيها لكي تكون بعد ذلك التدريب ومن ثم المشاركات الخارجية يعني إحنا في قطاع غزة بنواجه العديد من الصعوبات والتحديات خصوصاً بسبب قلة الإمكانيات بسبب الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها في قطاع غزة لكن رغم الصعوبات اللي إحنا عشناها إحنا كأفتيات في قطاع غزة بنحب نواجه بنحب نتحدى يعني تحدنا كتير يعني وإحنا بنمارس هاي الرياضة كنوع من أبسط أنواع حقوقنا في هذا المجتمع ختم النشر لليوم اخترناه من الصين ومع أقدم مساجد في بكين وأكثرها رمزية فمسجد نيوجي رمزيته لا تنحصر في تاريخ المسلمين فحسب بل تتعداه إلى هندسته المعمرية أيضاً التي تمزج بين الإسلامية والصينية مهدي ديراني للإسلام في الصين قصة عريقة نحت التاريخ سطورها وترك بصمات واضحة على شواهدها وها أنا أدخل أقدم المنارات الإسلامية في بكين حيث يمتزج الماضي بالحاضر هذا المعلم الديني يعد من أقدم المساجد في الصين نحن نأتي إلى هنا للعبادة وإقامة شعائرنا الدينية بني مسجد نيوجي على أيدي المسلمين وهذا ما تعكسه الكتابات العربية المنقوشة على جدرانه فالعمارة هي الطريقة الفضلة لكراءة تاريخ المدن والشعوب وهنا تتميز ببساطتها وأناقتها وتمزج بين فن العمارة الإسلامية والصينية مسجد نيوجي له رمزية خاصة بالنسبة إلينا فهو يقع ضمن شارع يسمى شارع البقر وها أنا آتي إلى هنا من مسافة بعيدة رغم الجهد الجسدي والمادي هو معلم راسخ يدل على أن الإسلام لم يتلاشى على مر القرون في الصين بل اتخذ أدوار متعددة بينها الدور التثقفي والتعليمي والتوعوي بخشوع يؤدي المسلمون صلواتهم داخل مساجدهم في بكين هذه الصورة ليست في العاصمة فقط بل تتكرر في مختلف المقاطعات الصينية ونبقى في الصين التي نختم منها نشرتنا حيث يحل منتصف الخريف بنكة خاصة في جميع أنحاء الصين فعيد منتصف الخريف يصادف في اليوم الخمس عشر من الشهر الثامن من كل عام وفق تقييم القمري الصيني وللمناسبة تقيم الصين مهرجانا ضخما تحت عنوان لمو شمل الأسرة حيث تجتمع العائلات لتناول كعك القمر ويستمتعون بعروض الألعاب النارية الخلابة بهذا تنتهي النشرة ونذكركم بعنوينها الفلسطينيون يتصدون لاعتداءة الاحتلال في جينين ونابلس ورامالا والسفير الأمريكي لدى تلابيب يحذر إسرائيل من أن التوترات في الضفة تمثل تهديدا كبيرا لها مصدر مطلع يؤكد للميادين تسليم المبعوث الأمريكي للبنان إحداثية خط العوامات البحرية تمهيدا لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المقبل الخارجية الإيرانية ترفض بيان الدول الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي وتصفه بالخاطئ وغير المدروس أتتهمها بالخضوع لضغوط كيان الاحتلال مصدر عسكري روسي للميادين القوات الأوكرانية سيطرت على مناطق شبه خالية من القوات الروسية ويؤكد إسهام جنرالات الأمريكيين في التخطيط وتقديم المعلومات لقوات كييف سلطة الانتخابات في السويد تعلن أن نتائج غير النهائية تظهر أن أحزاب المعارضة اليمينية في طريقها إلى الفوز بأغلبية ضئيلة في البرلم دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة